أكثر من عام وفي أيار مايو عام 2012 وعلى أثر ما عرف حين ذاك بانتفاضة السجناء الإسلاميين ختم مفوض الحكومة المعاون القاضي داني زعني محضر تحقيقاته في سجن رومي بخلاصة مدوية تقول بعد ضم سجناء من الجنسية السورية تابعين للجيش السوري الحر إلى مبنى الموقوفين الإسلاميين باء تبين أن معظم ساكني الطابق انشقوا عن فتح الإسلام بقيادة الموقوف خالد يوسف الملقب بأب الوليد وانضموا إلى تنظيم حديث نشأ اسمه جبهة النصرة بقيادة الموقوف اليمني سليم صالح الملقب بأب التراب القضاء العسكري وثق تحقيقاته محذراً السلطة السياسية من انفجار في رومي وانفجارات في خارجها فالمحاضر تؤكد أن أحد السجناء وهو خبير بالمتفجرات روسي من أزربيتجان يحضر لصناعة متفجرة لتفجير حائط المبنى وتأمين هروب جماعي للموقوفين الإسلاميين كما أن التحقيقات تثبت وجود خلية إرهابية في السجن تمارس أعمال قتل داخل رومي وخارجها وآخر الضحايا السجين محمد العرب الذي وجد مشنوقاً قبل يومين في المبنى باء القضاء العسكري أسقط فرضية إقدامه على الانتحار مرجحاً أن يكون قد أنزل به حكم الأعدام أبو عبيدة بسبب تسريبات قدمها القتيل وساهمت في نجاح الكوى الأمنية في ضبط شحنة أسلحة كان يجري توجيهها من قبل الإسلاميين في رومي وتكشف مصادر أمنية متابعة للجديد أن الملفات الموجودة أمام قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدة توثق اتصالات تجري من داخل رومي مع عناصر من الخارج لتنفيذ تفجيرات وعمليات تخل بالأمن على أثر كل ما تقدم تحرك مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي سكر سكر وادعى على سبعين موقوفاً من الإسلاميين بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والقيام بأعمال إرهابية ورفع مذاكرة إلى وزيري الداخلية والعدل ورئيس الجمهورية بضرورة تفريق المتهمين ونقلهم إلى ما يعرف بالمبنى المثالي في رومي التابع لفرع المعلومات مباشرة لم تلقى مذاكرة سكر أي تجاوب بذريعة أن المعلومات وقوى الأمن الداخلي في حينها لا تحتمل فورة الإسلاميين داخل السجن وخارجه مجدداً تحرك سكر طالباً على الأقل قطع الإنترنت عن السجن حيث أن السلاسية أبو الوليد وأبو عبيدة وأبو التراب يقومون بتحويل أموال عبر الإنترنت والتنسيق مع عناصر تابعة لهم في الخارج وقطع إرسال الهواتف الخلوية وهو ما لا يعرض العسكريين لخطر دهم السجن ويحد من خطر تواصل السجناء الخطرين مع الخارج ومن فعالية الهواتف المحمولة التي بحسب ملاحقات المحكمة العسكرية تصل إلى السجناء عبر عناصر أمنية مولاجة حماية السجن مجدداً لم يجد سقط أذاناً صاغية اليوم وبمقتل العرب يتخوف عارفودة هاليز رومي مما يجري الإعداد له في الداخل أو في الخارج القضاء حذر منذ سنة واليوم لسان حاله يقول اللهم اشهد أننا قد بلغنا ننسي السبع قناة الجديد